مواجهة المغرب وكرواتيا هي الثانية في البطولة الحالية حيث التقل الفريقان في دول المجموعات في مواجهة انتهت بالتعدل السلبي بينما تعد هي ثالثة تاريخيا بين البلدين حيث فازت كرواتيا بركلات الترجيح في مواجهة عام 96 المنتخبات الأوروبية فازت في مباراة تحديد المركز الثالث في آخر عشر نسخ ومتخب كرواتيا خرج بشباك نظيفة في المواجهة الثلاث أمام المنتخبات الإفريقية في كأس العالم منتخب المغرب أول فريق أفريقي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم عبر التاريخ وينضم إلينا من القاهرة النقد الرياضي وليد سلامة أهلا بك سيد وليد على شاشة قناة الغد في رأيك هل ستؤثر مباراة فرنسا على أداء سود الأطلس أمام منتخب كرواتيا وهل ستشكل ضغطا أم حافزا للاعبي المغرب في البداية عاوز أأكد أن مباراة فرنسا خدها المنتخب المغربي وهو عارف أنه هو بيواجه منتخب هو المرشح الأول عشان ياخد المنديار لكن هي مش هكون لها تأثير سلبي في مباراة كرواتيا بالعكس المنتخب المغربي هيخوض مباراة كرواتيا وهو دوافع أكبر وأعلى للفوز في المباراة خاصة المنتخب الكرواتي نتعرف في المنديار اللي فات كان تاني تاني العالم المرة هيلعب ثالث ورابع ممكن تكون دوافع أقل بالرغم من دالتش النهاردة في المؤتمر الصحفي اتكلم على أن هم عندهم حافظ أن هم يحصدوا المركز السالس لكن أعتقد أن دوافع المنتخب المغربي بكرة يكون كبيرة جدا وهم فرصهم أعتقد أعلى في الفوز في المباراة في مواجهة فرنسا هدف مبكر لصالحية المنتخب الفرنسي ومن ثم فرص عدة للمنتخب المغربي لكن لم يحالفه الحظ في رأيك كيف يمكن تجنب هذا سيناريو أمام كرواتيا شوف هو وليدر كروك في مباراة فرنسا بالرغم من أن هي تعتبر أفضل مباراة أداها فنيا المنتخب المغربي بالرغم من الهزيمة لكن هو غير طريقة اللعب لعب خمسة وراء في الدفاع هو يمكن حتى نهاردة في المؤتمر الصحفي يتكلم على الموضوع ده وقال أنه يمكن طريقة اللعبة ما تفرقش قوي ويتكلم أنه هو أخذ جم بقر بخطأ دفاعي لكن خلينا نقول أنه هو بكرة هيرجع لتشكلته الأساسية اللعب بها أغلب البطولة بربع مدفعين وراء والمشكلة كلها في خط الدفاع لأنه عنده تأكد غياب برومان سايس عن المباراة يمكن عنده اتنين كمان مصابين في خط الدفاع لسه هيتحدد موقفهم النهاردة سواء نايف أكرد أو نصير مصراوي في النهاية هو هيرجع يلعب بطريقته هو واجه المنتخب الكرواتي كان متفوق عليهم بالرغم من تعادل في الدور الأول لكن أعتقد أن فرص المنتخب المغربي هي أكبر بكثير خاصة أن دوافعهم أعلى دوافعهم أعلى بكثير من المنتخب الكرواتي نعم في ظل هذه الغيابات كيف تؤثر على أداء المنتخب المغربي أعتقد أن المنتخب المغربي بيلعب بحماس وقلب كبير جدا يخلي أي حد ينزل يؤدي بطريقة زيه زي الأساسي المغرب عمل حالة في قطر عمل حالة في المونديال المنتخب المغربي بيحظى مش بدعم العرب بس ولا الأفارقة بالعكس ده هو يحظى بإعجاب العالم كله دلوقتي العالم كله دلوقتي يتكلم عن المنتخب المغربي البداية في أول مباراة أنه هو مفجأة بعد كده مطش في الثاني في الثالث لا المنتخب المغربي أثبت أنه هو يستحق التواجد في هذا المركز بالعكس ده هو كان أحق من فرنسا من أنه يصل للمباراة النهائية في خط سر المباراة خاصة أنه كان فيه يمكن ضربتين جزاء كانوا واضحين جدا للمنتخب المغربي أمام فرنسا لكن يمكن علق عليهم حتى واليد الركراكي أنه كان لنا ضربة جزاء قدام فرنسا ما تحسبتش والتحاد حتى المغرب يمبارح نزل بيانة اعترض فيها على ضربة الجزاء لكن هم هيخشوا المباراة بدوافع كبيرة غياباتهم حتى هو تكلم النهاردة كمان أنه ممكن يعني نايف أكرد والمزراوي يجوا على نفسهم شوية ويستحملوا ويلعبوا المباراة لكن هو تأكد غياب رومانساس هو عنده بدائل أعتقد أنه هي يعني جواد اليومك ممكن يقده الدور ده بصورة مناسبة حتى بدر بنون بالرغم منه هو ما نزل وضيع ضرب الجزاء لكن في النهاية هو مدافع قوي صلب يقدر يؤدي الدور ده عنده مرونة تكتكية في الخيارات اللي عنده في الخط الخلفي كمان هو هجوميا طبعا المنتخب المغريبي منتخب قوي جدا عنده عناصر هجومية يمكن حكيم زياش قد بطولة أكثر من رائعة بالرغم من أنه كان بعيد عن المنتخب المغريبي قبل ما يجي واليد الركراك خلال التصفيات عنده خيارات كتيرة جدا يقدر يكسب بها المباراة بكل سهولة كيف يمكن استخدام هذه العناصر المميزة في كتيبة الأسود في ظل استراتيجية المنتخب الكرواتي الذي يعتمد بشكل كبير على حسن التمركز هو زي ما المنتخب الكرواتي بيعتمد على حسن التمركز أيضا المنتخب المغريبي يعتمد على حسن التمركز هنا هيبقى أعتقد أن المباراة ستأخذ الطبع البدني أكثر يعني هيبقى في حرب بدنية في المباراة خاصة في نص الملعب في وجود لوكا مودريتش هيكون ساعتها مطالب لعب المنتخب المغريبي بأنه هم يعني يفضلوا متماسكين أكثر قدر من الإمكان ويحاولوا طبعا يخلصوا المباراة بدري بدري بإحراز هدف مبكر أو إنهاء المباراة يمكن هم بيعتمدوا كمان المنتخب المغريبي على أن هم يبنوا الهجمة من وراء من عند مثلا ياسين بونو من عند نصير مزراوي لو لعب جواد اليوم نص الملعب طبعا يعني مرابط هو مفاجئة البطولة يمكن هو مرشح أنه ياخد أحسن لعب خط وسط في البطولة إنه صيري بطبعا في الخط الأمامي مهاجم قوي جدا يعني يهد أي دفاع أعتقد أن المباراة تكون بدنية في الطراز الأول هو يمكن حتى النهاردة اتكلم وليد الكراكي إنه هو ممكن يرجع يلعب بطريقة أربعة خمسة واحد وجود خمس لعبة في خط النص ده هدفه في الأول إنه هو يسيطر على منطقة نص الملعب سيطرته على منطقة نص الملعب دي هيخليه إنه هو يقدر يعني يقدر يوزع اللعب من ناحية اليمين أو من الشمال بحيث إنه يقدر يوفر فرص ليوسف النصيري إنه هو يخطف هجمة يعني هو حتى المتخب المغربي بالرغم من هو يعني زينا بنقول إنه هو قوي دفعي لكن هو يجيد اللعب على الهجمة المرتدة وأعتقد إنه المتخب الكرواتي مش هينزل خايف مش هينزل مدافع هيهاجم هيحاول يحافظ على كبرياءه هو كان بيطبح إنه يلعب المباراة نهائية أعتقد إنه دي ممكن تكون فرصة للمتخب المغربي إنه هو يخطف هجمة مرتدة أو يعني يقدر ياخد المتخب الكرواتي للجزء اللي هو عاوز وليد الركراكي إنه هو يخليهم يهجوموا يفضل مساحات وراء أعتقد إن المتخب الكرواتي هيكون عامل أه حساب للمتخب المغربي لكن هو برضو عنده دوافع هو عاوز يقول أنا كنت أحق إنه أصل مباراة نهائية المركز التالت هو بالتأكيد هيكون أفضل ليه أفضل إنجاز يقدر يخرج به من المونديال بعد أداءهم برضو رائع فأتوقع إن المباراة هتكون تيك تيكياز وطابع بدني كبير جدا خاصة في منطقة وسط الملعب وهيكون فيه مواجهة خاصة بقى هنا ما بين مودريتش ومرابط يعني الاتنين بيقدموا بطولة كبيرة جدا زي ما قلنا المرابط هو يعني حديث العالم معاه طبعا من ناحية ما قدم بطولة أكثر من رائعة ففي نفس التوقيت مودريتش برضو عاوز يقول يعني ده آخر ممكن يكون آخر مونديال ليه فعاوز برضو يترك المونديال بذكرى جيدة في مواجهة كرواتيا أمام الأرجنتين حينما استحوذت كرواتيا على الكرة قدمت أسوأ آداء لها في المونديال في رأيك هل يلجأ الركراكي لنفس أسلوب وطريقة لعب اسكالوني؟ شوف المنتخب الأرجنتيني أنا ما بعتبروش مكاس في البطولة دي يعني المنتخب الأرجنتيني هو حالة حالة في المونديال هو ليس أفضل من يعني ليس أفضل منتخب ليس ثاني أفضل منتخب ليس ثالث أفضل منتخب لكن هو عامل حالة والحالة دي أقودها ميسي فمباراة كرواتيا مع الأرجنتين يتحكم فيها ميسي ميسي كان في المباراة دي الأرجنتين كلها فيئة فهي مش مكياس هو المنتخب الكرواتي لعب البطولة كلها بطريقة مشابهة شوية للمنتخب المغربي اللي هو التأمين الدفاعي والاستحواز على نص الملعب وخطفة هجمة أو يعني استغلال الحالة الهجومية للفريق الآخر بأنه يخطف المباراة ويقفل ويفوز فهيخد المباراة بطريقة اللي لعب بها طول البطولة وده نفس اللي هيعمله وليد الريكراكي بأنه هو هيخد المباراة بالطريقة اللي لعب كل المباراة مع عدم مباراة فرنسا نتمنى كل التوفيق لوليد الريكراكي في استكمال الحلم العربي في المنزيال النقد الرياضي وليد سلامة هو أخيرا بس هو دالتش تفضل دالتش هو بس النهاردة تكلم على حكم المباراة القطري أنه كان عنده تخوف من التحكيم في هذه المباراة نفس الفكرة كان فيه اعتراض على التحكيم من المنتخب المغربي في مباراة فرنسا فزي ما تقول كده هنشوف بكرة يعني إيه اللعب بالأعصاب أو يعني بيحاول فيه ضغط على التحكيم خصوصا أنه حكم قطري والمتخب المغربي والمتخب المغربي كل فريق يحاول الحفاظ على حقوقي نعم الناقد الرياضي وليد سلامة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة شكرا